السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الشعب المغربي كان له حماس قوي حتى ان هذا الحدث شد انظار العالم باسره قالوا كيف ان بمجرد نداء ملك واحد الشعب المغربي هبى على بكرة ابيه من جميع الاقاليم المغربية تصوروا على درجة الاختلاف بين المغاربة يتوحدون كلما تعلق الامر بمصير الوطن وكلما تعلق الامر بالنداء الملكي السامي وهذا اندل على شيء يدل على العلاقة الوطيدة التي تربط الشعب المغربي بالعرش العلوي المجيد وهذا كله جعل العالم ينظر الى المغرب بدهشة انه بسرعة لبى النداء وانطلقت المسير الخضراء المدفرة تضم 350 الفا من المشاركين والمشاركات فيهم عموم الشعب فيهم الرجال وفيهم النساء وفيهم الكهول وفيهم الشباب وفيهم الطبق المتقفة والطبق الدبلوماسي والسياسية وفيهم الزراع والفلاحين والعمال حتى المرأة الحامل وهي حامل لم تتوانى انها تتقدم للامام حتى وضعت مولودها وسمته المسير في رحاب هذه الارض السعيدة كان الناس كلهم يسيرون نفخ توجيهات الملك الراحل العبقري الحسن الثاني كان يقول ستصدفون شعبي العزيز اناسا اسبانيون قد يكونوا عسكريون وقد يكونوا مدنيون اياكم ان تحاربوهم اطعموهم من مأكلكم واشربوهم من مشربكم ولا تتوانوا ان تدخلوهم الى مخيماتكم اننا نريد مسيرة سلمية لهذا ارسلنا اناسا عزلة كانوا يحملون المصحف في اليد اليمنى والراية المغربية في اليد اليسرى قال لو كنا اردناها حربا لارسلنا جيشا باسلا فكانت عبقرية الحسن الثاني رحمه الله الدعوة الى السلم والسلام اليوم نلاحظ بان الاوضاع تعرف نوعا من التشنج وغريب جدا ان الجزائر نعتبر نحن المغاربة اخوة لنا ليس هناك فوق الارض شعب يتشابهما شعب في كل شيء اكثر من المغرب والجزائر انها نخبة وامتياز ربما قد لا يكون في اي منطقة من العالم لا تكاد ابدا ان تفرق بين الشعب المغربي والشعب الجزائري سواء في اللغة في اللهجة في العادات في التقاليد في الروح المرحة وفي قوة الايمان واليقين حتى في وحدة الدين والمذهب نحن كلنا في المذهب السني وفي الفقه المالكي واننا لنصدم لما نسمع بين الفين والاخرى بعض المسؤولين الجزائريين يطلقون تصريحات مفادها قطع العلاقات مع الاخوة الاشقاء المغاربة وقد نفزع لما نسمع احدهم يتمادى يتمادى ويلوح بالحرب بين المغرب والجزائر هذا غير مقبول بتاتا الشعب الجزائري ايها الاحباب الكرام شعب شقيق انا اذكر كانت لي ذكريات جميلة مع نخبة من افراد هذا الشعب كنا في الديار المقدسة في مكة المكرمة احداث كثيرة جسام اذكر منها واحدة مرة كنا نحن المغاربة جئنا وفدا كبيرا ووقع لنا تأخر في الطائرة ثم في النقل الداخلي وتأخرنا في منطقة الانتظار اكتر من خمس ست ساعات كان المفروض ان نصل الى الفندق على الساعة التاسعة ليلا وكان عندنا حجز لحفل العشاء لكن لم نصل الا الساعة الثانية او الثالثة ليلا وصلنا متأخرين منهكين ولم نتناول طعاما تقريبا اكتر من اثناشر ساعة وكان الناس يشعرون بالجوع والعطش الشديد وادارة الفندق اخبرتنا في مكة المكرمة بانه لا يقبل منكم عذر لانكم تأخرتم اذكر كنت مع صديق لمغربي في المصعد في الساعة وكان يشعر بالجوع كان اكولا وهو كان صاحب نكتة ومرح قال لي لقد صعدت الى الطابق السابع من الفندق ورأيت احدهم ينصب طاجين مغربي بدجاج بلدي بالبصل وبالزيتون وغيره من فشعرت برغبة في التهامه عندي سؤال فتوى هل يجوز لي ان اصرقه واكله لننح في مجاعة هل لم يقول الله تعالى الصارق واصل فقطع ايديهما لكن سيدنا عمر ابن الخطاب اسقط حد قطع يدي الصارق لان المجاعة المجاعة ما فيها تطبيق الحدود فيسألني وهو يبتسم ويضحك هل يجوز لي ان اصرق هذا الطاجين واكله فقلت له يا اخي المجاعة بعد مرور يومين او ثلاث ايام نحن فقط اثنى عشر ساعة لم نأكل ما في مشكلة فسمعنا شخص كان معنا في المصعد هو جزائري فذهب بعد بضعة دقائق الى اخوته واخبرهم هناك وفد مغربي قادم وقد تأخر عن الطعام هل عندكم من طعام فجاءوا بطعام وفير وادخلوا الى مطعم الفندق واخبرونا انطلقوا لطعامكم فلما اكلنا الناس يجرون اكلنا وضننا ان اهدارة الفندق هي التي وضعت هذا الطعام لكن فيما بعد تبين بان هؤلاء الاخوة الجزائريون هم الذين جمعوا طعام الذي عندهم ووضعوا لنا هذه المائدة الدسمة تعجبنا وفارحنا وعنقناهم بقوة وادكر قلت للمسؤول عندنا في المجموعة لا بد ان نرد لهم هذا الجميل ونعبر لهم ان نحن المغاربة لسنا اقل منهم جودا وكرمة وفعلا يوم الجمعة تم صنعت طعام كسكس فاخر ولبن طازج ودعونا الجزائريين وجمعنا الطعام وصلينا الجمعة جماعة في مكة المكرمة ومن تم بقية الرحلة كلها ونحن في فندق واحد نشعر كأننا شعب واحد ليس بيننا اي حزازات او باختلافات وصدقا ونسكن ايمانيون ربانيون ونحن كنون نفرح بهم اذكر لما سوف نرجع الى بلدان كنا على على في المطار سحة المطار نتعانق بقوة وتبادلنا الهواتف وتبادلنا العنوين وكان عناق كبير هذا هي حقيقة الشعب المغربي وحقيقة الشعب الجزائري اما ما نسمعه من طرف بعض السياسيين او العسكين المسؤولين هذا لا يعنينا في شيء لا يهمنا نحن ما يهمنا هو الشعب المغربي والشعب الجزائري الذين يربطهما اواصر الاخوة والمحبة والاسلام والدين والمذهب السني والفقه المالكي والتصوف الجنيد السالك كل هذا الخير يجمع بيننا المشكلة التي قد يطرح هو في اقاليمنا الجنوبية هذه الاقاليم يعني بشيء من الدراسة والتحليل والمفاوضات السلمية سوف يتبين فعلا ان الاراضي الجنوبية هي اراضي مغربية الوطائق الادارية تثبت ذلك التاريخ يشهد بذلك لو جاءنا منصفون واكاديميون ومتقفون وناقشنا على مادة المفاوضات سوف نجد الحل المناسب رحم الله تعالى الملك العبقري الحسن الثاني الذي اتبع جميع الوسائل لطي هذا الخلاف ومن ابرز المبادرات الجميلة التي تحسب له هو انه دعا الى اقامة ما يسمى بالمغرب العربي الكبير جمع بين المغرب والجزائر وتونس والليبيا وموريطانيا وفعلا كانت مبادرة جميلة حبد لو تعود مرة ثانية لو تعود للتكتل والتعاون ثم نحن في امس الحاجة لتنفيذ المبادئ التي كان يدعو اليها الملك الراحل العبقري الحسن الثاني اولها وهو الدعوة الى السلم الكامل السلم الكامل ثم الدعوة الى الحوار الديبلوماسي الهادئ ثم عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل بلد ثم مد جسور التواصل والتعاون الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين ثم وضع تقرير المصير لابناء الشعب الصحراوي انها مبادئ سامية تفرز حلا واقعيا وعمليا للجميع نأسف حينما نسمع بين الفين والاخرى من يلوح بدعوة الى الحرب نأسف اننا سمعنا في اليومين الاخيرين ان نبيب الغاز سوف تستعمل للضغط الاقتصادي والاجتماعي الغاز الذي يمر من الجزائر عبر المغرب الى اسبانيا والبرتغال سوف يتم تغيير المصار وذلك كناية في المغرب هذا لا يليق لابد ان يكون عندنا جسور التواصل وحق الجوار الشعب المغربي والشعب الجزائري شعبان عظيما وشعبان اخوين شقيقين وبينهم انساب وبينهم اصهار وكل من يدعو الى الحرب هذا كلام شد نحن نفتخر بكل المبادرات التي قام بها سلطاننا المحبوب امير المؤمنين جللت الملك محمد السادس الذي كان دوما يعبر عن الحكمة والبصيرة في الدعوة الى السلم والسلام وهذا ليس غريبا المملكة المغربية الشريفة عمرها 12 قرنا دوما تدعو الى السلم وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله وقد سمعنا بالامس مصدر مطلع رسمي يقول بان المغرب ابدا لن يدخل الى الحرب مغمى يقع لن يدخل الحرب لان المغرب يؤمن بالسلم والسلام وله المحبة والود والاحترام والتقدير لاشقائه في الشعب المغربي انا اطالب ابناء الشعب المغربي الحر وابناء الشعب المغربي الجزائري الحر انهم يرفعون اصوتهم ويأخذون مبادرات لكي نتعانق من جديد لكي نتعاون من جديد الارض ارض الله والخلق عياد الله وكلنا اخوة في الدين لنا قبلة واحدة ولنا قرآن واحد ولنا سنة واحدة ولنا مذهب واحد ولا بد ان تكون لنا مصالح مشتركة بين ابنائنا وابنائكم اسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير ان يوفق المسؤولين في كل البلدين لاتخاذ منهج الحكمة الذي يقوم على السلم والسلام والحوار المتمدن ونبد الحرب والتشنج والعصبية والوقت ليس في مصلحتنا العالم كله يتغير العالم يسير نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي العالم يسير نحو اقرار حقوق الانسان العالم يسير نحو اسعاد الشعوب نحن لا نريد ان نرجع الى الوراء لسنا مستعدين الشعب المغربي شعب قوي الشعب المغربي شعب قادر على مواجهة اي عدوان خارجي ولكنه لن يفعل ابدا لماذا لان المغاربة ليس هذا من شيئمهم من شيئم المغاربة كرم الضيافة من شيئم المغاربة مد جسور التواصل وفتح الابواب والتعاون على الفعل الخيرات نسأل الله تعالى ان يهدي النفوس نسأل الله تعالى ان يرشد العقول ونسأل الله تعالى ان يجعل المغرب دوما يبقى الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه الى ان تشرق الشمس من مغربها وان نتعاون على البر والتقوى هكذا امرنا الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ونشكر الدول العربية الشقيقة والدول المسلمة والدول الغربية التي تدعو الى حقوق الانسان على موقفها المشرفة من دعمها للقضية المغربية العادلة نشد على أيديها وأسأل الله تعالى أن يعيننا كامل جميعا على الفعل الخيرات وعلى نبدأ التعصب وعلى عدم تمس الحقائق وإظهار الحق وإزهاق الباطل وتبقى دائما الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله